الترقب سيد الموقف في ساحة الاعتصام بمقر قيادة الجيش وكذلك الشارع السوداني سعات قلائل وسيعلن تحالف الحرية والتغيير قائمة مرشحيه التي سيديعها الى طاولة المجلس الانتقني على بعد كيلومترات قليلة من موقع الاعتصام كان التباين والاختلاف في التصورات والرؤى عنوانا بارزا للقاءات طويلة مع القوى السياسية السودانية اجراها مفوض الاتحاد الافريقي بعد اعطاء الاتحاد مهلة 15 يوما النازل انقذوا البلد بطريقة سلسة وسليمة لا نستطيع في ظرف اسبوعين ان نسلم السلطة لعيجها حتى الان المجلس الانتقالي القى الكرة في ملعب الساسة السودانيين وطالبهم بسرعة تقديم مقترحاتهم بشأن الحكومة المدنية لادارة الفترة المقبلة لكن حالة من الاصطفاف الحاد خلف خيارين احدهما ان يكون المجلس السيادي في قمة هرب الدولة عسكريا صرفا اما الاخر فهو ان يكون مدنيا بتمثيل رمزي للمؤسسة العسكرية امكانية الوصول الى اتفاق فيه تنازلات من الاطراف المختلفة واردة بصورة كبيرة لا ارى انها معجزة نحن نطلب من اخواننا في الجيش برضو في النظام الجديد واعكدنا الكلامة اللي سنفوغضية ان يشتغلوا الشغل بتاعنا المهنة بتاعتهم اللي هي حماية الشعب وتأمين الشعب مش حكم الشعب وسط تباين مواقف الساسة في السودان يترك المجلس الانتقالي بابه مواربا امام كل الاطرحات اذ لم يعلن رسميا رفضا او قبولا لكل التصورين المدنية ام الخليط بين سيادة المجلس وحكومة الكفاءات مفضلا الانتظار الذي لن يطول على ما يبدو سعد الدين حسن العربية الخرطوم ترجمة نانسي قنقر